السلام عليكم جميعاً كيف الحال؟ اليوم مختلف شوية اليوم ما هي استشارة واقعية يعني ما قدامي مرضى أنا أتكلم معاكم هنا على طريقة سير العمل عندنا في مركز Health Plus أحبت أوضح هذه النقطة هي طويلة شوية اللي حابب يعرف إيش الأشياء والمراحل اللي بيمر فيها لما بيجوا هنا يتعالجوا عندنا في مركز Health Plus لعمل أطفال أنابيب أنا أتكلم بالتحديد لأن بعض الناس يكون عندها توقعات أو فهم مختلف أو تصورات مختلفة فأنا حابب أن تكون الأمور واضحة لأن الإنسان ما يكون فاهم إيش هو حمر بأي يكون يعني فاهم ومتقبل وعارف كيف ماشي الأمور فإعنا هنا أول شيء نمشي بطريقة الفريق الطبي الفريق الطبي إيش يعني؟ يعني كل أعضاء الفريق الطبي مهمين من الاستقبال للممرضات للطبيب، للمساعدين الأطباء لمساعد الطبيب اللي هم الأطباء الآخرين للتثقيف الصحي وجماعة المختبر وإلى آخر حتى حقنا التنظيف يعني كلنا هنا مهمين كلنا فريق واحد لو واحد فينا أخفق يأثر على يأثر على الكل لكن في النهاية المسؤول عن الحالة هو الطبيب هو الطبيب هو مسؤول عن حالة الزوجين أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المريض وأمام كل شيء لكن هم الفريق ده كله بيساعدوا لأنه الطبيب ما يقدر يسوي كل حاجة هو بيسوي كل شيء بيده لكن قصدي الشرح التوضيح دعني أوضح لكم كيف تمشي الأمور في الرسالة الجاية وحتى تفهموني حوضح لكم دور كل واحد من هذولة الأعضاء الفريق وإن شاء الله كل الأمور واضحة بالنسبة لكم طبعا لكي الموضوع لا يكون مرة طويل سأقتصر لكم هذه الأشياء المهمة نبدأ من الزيارة الأولى الزوجين عندما يأتي الزيارة الأولى للطبيب وأول شيء عندما يفتحوا الملف يقابلوا طبعا الضروري جدا هنا نحرص أن الزوج والزوج يفتحوا ملف وسبب أنه يفتح ملف ينحطوا كلهم في ملف واحد أو في شاشة واحدة عندنا بيكون معلومات الزوج والزوج الموجودين بعد ذلك يدخلوا على الأطباء المساعدين للأطباء المعالجين ماذا يعني؟ عندنا الطبيب المعالج الذي أنت جيت تشوفه سواء الدكتور فوازد، دكتور مازل، دكتور رزال، مايا، وأتئبر الطبيب الذي أنت جيت تشوفه هذا الطبيب لا، هناك طبيب مساعد لهذا الطبيب والطباء المساعدين اللي عندنا ترى على مستوى عالي جدا هم مش أطباء يعني عفوا ما أقصد شيء لشان توضح الأمور هم مش أطباء متدربين هم مش أطباء بعضهم استشاريين بعضهم خصائي أول فكلهم عندهم خبرة وممتازين بس هم دورهم هو جمع المعلومات وجمع المعلومات اللي الطبيب المعالج يحتاجها حتى هم بيتكلم معاكم بيأخذوا منكم المعلومات إن كانت هي القصة أو التحاليل سابقة أو كده وبتحط التوضع في ملفكم اللي الطبيب المعالج حيشوفه بعدين بيحطوا فيه كل المعلومات اللي إحنا نحتاج فإنتوا لما تقابلوا طبيب ده قولوا كل شيء يبغوا وقدموا كل أوراق عندكم لأن الطبيب هذا هو اللي هيعرض لنا إيش المعلومات اللي إحنا نبغى نعرفها وإيش اللي محتاجين نعرفها فهذه نقطة طبعاً لما تقابلوا بعد كده الطبيب المعالج اللي هو زي في حالتي أنا والدكتور مازن أو رزانة أو مايا بيتكلم معاكم هنا في التفاصيل كلها بيشرحوا لكم الحالة بيتنقشوا معاكم على الخطة العلاجية على الخيارات على الأشياء اللي أنتو تبغوا تسووها على كل شيء بتكون هذه الزيارة هذه الجلسة مع الطبيب طبعاً من تتروح من مريض للتاني بعضهم يحتاج لعشر دقائق بعضهم يحتاج ساعة لربع بعضهم يحتاج ساعة طبعاً ما نتمنى كل مريض يتحاج ساعة لهذه الجلسة بس وتأبر إيش يحتاج المريض يجس مع الطبيب عشان يفهم فبنقعد الأفريل المتوسط حقها تقريباً أبو تلت ساعة إلى خمسة شرين دقيقة إلى نص ساعة أحياناً بنتكلم مع المريض بنشرح له كل التفاصيل الطبية بعضها طبعاً في التفاصيل أخرى المريض يبغي يعرفها اللي نسميها بالعربي اللوجستية أو بالإنجليس اللوجستيكس اللي هي أنا أتكلم نحن عن الناس اللي حيثوا أطفال نبيب فمتى تيجي المريضة مدة العلاج أي يوم في الدورة كم زيارة ستيجي متى تبدأ الشهر دالة الشهر الجي إيش عندها التزامات وإلى آخره هذه كلها مع التفاصيل المادية بيتقابلوا مع المثقفات المثقفات بيشرحوا لكم التفاصيل هذه اللي نهم مهمة جداً المريض يبغي يعرف هذه التفاصيل بما فيها التفاصيل المادية أتكلمت قبل كده أنا على موضوع الأمور المادية وناس كانت تعلقون يقول طبعا دكتورني بغني أعرف أكيد تبقى تعرف أنا لما أروح أتعالج أكيد أعرف التفاصيل المادية بس ما أتكلم مع الطبيب المعالج أشوف مين الجهة اللي في المكان وأسألهم كم حيكلفني دالعلاج كيف حسوي إيش اللي شيء هذه كلها أبغى أفهمها أكيد كمريض أنا فنفس الشيء بنسبة لكم فمع المثقفات بتفهموا هذه التفاصيل كلها وطبعا عندنا أربع مثقفات هما مختلفين ممكن أي مريضة تقابل مثقفات مختلفين وفي النهاية ما يفرق ليه لأنه هو الطبيب المعالج واحد فحأدي مثل لو أنا أحد يتعالج عند الدكتور مازين مثلا أحد يتعالج الدكتور مازين معده الدكتور مازين هو اللي سيكون مسؤول في كل مرة عن حالتك لكن كمثقفات ممكن تشوف أي مثقفة من الأربعة لأنهما في النهاية المثقفات بيوصلوا النتائج حقا التحيير والشعاعات اللي أنت سويتها للدكتور مازين الدكتور مازين بيراجع الحالة وهو الملف وبعد كده بيدي المثقفة الخطة العلاجية اللي ستواصل فيها مع كيشنا الخطة العلاجية يعني مثل تجي زيارة القادمة الجرعة هل تتغير وتفضل زي ما هي طبعا وبيصير هذا الكلام إلى ما تنتهي الدورة العلاجية طبعا لو في أي حاجة خرجت بر الدورة العلاجية مختلفة الطبيب نفسه المعالج هو اللي حيتدخل هنا مو يتدخل هنا قصدي هو اللي في هذه الحالة حيجي يتكلم مع المريض أو هيخلي أحد الأطباء المساعدين يتكلم مع المريض ويوضح له إيش الاختلاف اللي حصل والاختلاف هذا نسبي يعني مثلا كمثل يعني واحدة عمرها أربعين بتكبر عندها أربع خمسة جريبات ماشي الحال واحدة عمرها عشرين بيكبر عندها أربع خمسة جريبات وهو مفروض يكبر عندها خمسة عشر جريب هنا شيء مختلف معاتوا هنا الطبيب حيتكلم مع المريضة ويفهمها والله يا أختي أنت وضعت كذا المفروض يصير كذا بس ساير كذا ويتكلم معها لكن طالما الطبيب المعالج ما تكلم مع زوجين معاتوا الأمور ماشية في الاتجاه اللي إحنا متصورين واللي ينطبق على حالتكم أنتوا لأن الموضوع أو تلكم نسبي طيب أنا بس حبيت أوريكم إيش الأشياء اللي إحنا بنشوفها ماليش حركت الجوال هنا خليني أوريكم طيب بس حتلكم شاشة الكمبيوتر ده حين سامحوني طيب هذا هو الصورة من الملف طبعا هنا مو باين عندكم اسم لكن هنا باين هذا الملف اللي إحنا بنشوفه أو بيجينا صورة منه هنا نلقى مثلا عدد الجريبات الموجودة هذه بداية العلاج عشان تكونوا عارفين خلنا نشرح لكم هذا الجدول برضو تفهموه طيب نرجع للجدول طيب فهذا هو الجدول المرة تانية فهنا عندنا عدد الجريبات مكتوبة هنا خمسة وستة يعني خمسة في اليمين ستة في اليسار هنا صاروا عشر أو تلاتة هنا ثلاثة هنا مش عارف ايه فلو تلاحظوا هنا عدد الجريبات هنا الأحجام لو طلعوا دين في دين ناحية هنا الأحجام من عشرة ملي عشرة حداش اتناش ترتاش ربطاش وإلى آخره تمام هنا الجرع اللي المريض بتأخذها اسم الدوال اللي بتاخده هنا مكتوب بسامل الأدوية اللي بتاخدها هنا الجرع اللي هي بتاخدها بتاخد مية وخمسين وثلاثمية مية وخمسين من دواء وثلاثمية وحدة من دواء تاني وإلى آخره هنا مستوى الهرمون لو تلاحظوا هنا في أرقام هنا مستوى الهرمون هنا السماكة حقة الرحم هنا مكتوب هنا 6 ملي هنا عندكم 10 ملي هنا 10 ملي وفي معلومات كثيرة يعني الجدول هذا جدا معقد هو بالنسبة لكم ما هو بالنسبة لنا في معلومات كثيرة بتهمنا لكل مريضة تمام؟ هنا إذا في نوتس معينة طيب نكمل لكم آخر شي هنا لو في نوتس لو في المريضة عندها أي حاجة كيسة أو أي شي يعني مكتوب هنا كلها وإلى آخره وطبعا هذه الصفحة الثانية والصفحة الثالثة وإلى آخره طبعا زي ما قلت لكم فهذه كل الجدول هذا بيترسل للطبيب المعالج عشان يشوفوا بناء عليه هو بيعمل قراره وهذه نقطة ثانية لأن بعض الناس بيسألونا إحنا ميدا حنغلق إحنا ما نعرف حسب الاستجابة كل واحدة مختلفة استجابتها نمور الجريبات عندها جرعتها أدويتها مختلفة إلى ما توصل للحجم المطلوب أنا ما بأتكلم أدخل هنا أمور طبية كثيرة بقدر ما أتكلم على سير العمل وطريقته تمام طيب هنا بأوريكم هذا الجروب مثلا هذا الخاص مثلا بحالاتي وكذلك الدكتور مازن ودكتور رزاند ورماية كلنا عندنا نفس هذا التواصل مع المثقفات طبعا هنا بالأخضر كلكم عارفين الواتساب هذا الأخضر هذا ردود إحنا هنا نلون هذه الجداول اللي وردتكم صورتها قبل كده تمام فالأخضر الرد الجداول هنا الأخضر الرد الجداول لو أمشي معاكم هنا خمس أيام ما يوقف الجدول لأنه إحنا هنا بيتجي ردودنا تمام وبعضها بتكون بنرد مثلا هنا صوتيا في حاجة يحتاج أن نشرحه للمثقفات هنا بس كتابيا معلومة هنا مش عارفة وإلى آخر طبعا هذا اللي بكرة بس حبيت أبريكم أوضح لكم إنه إحنا بنشوف كل الجداول هادي وكلها بنعلق عليها وندي الخطة العلاجية حقتنا وبرضو هنا في نقطة تانية نقطة تانية إنه بعض الناس من بتجي مثلا بتسوي تحليل أو أشعة أو شيء زي كده بيقول دكتور بنتأخر مرة كتير إحنا مو بنأخركم إحنا ما لأننا حدث نأخركم إحنا بننتظر نتائج شي تاني مثلا عملت الأشعة فأريدي سجلونا المقاسات محتاجين ساعات نتيجة التحليل ساعات نتيجة التحليل تأخر علينا لما تطلع نتيجة التحليل مع المعلومات الموجودة بنعمل الخطة العلاجية مرة تانية أحيانا لا بتطلع عن نتيجة التحليل والأشعة وبننتظر الطبيب المعالج إنه يرد فما يقدروا المثقفات يعطوكم خطة العلاجية بلا ما الطبيب المعالج يشوف الملف ويقرر فهذا سبب أحيانا إنه مش بنتأخر لكن بيجيكم الرد في وقت أنتو تبغوا الرد في وقته بس هو ما يزدي كده ما ينفع يجي يسوي أشعة وبعرف الرد الآن والخط الآن والجرعة الآن فهذا اللي بيصير معنا طيب بعد كده بتمشي الحالة العلاجية إلى ما يجي يوم سحب البويضات طبعا قبل سحب البويضات بتكونوا جرستوا مع الطبيب بتكونوا قعدتوا مع طبيب التخدير اللي بيكون راجع الحالة من ناحية طبية من ناحية التخدير وبتوقعوا الأوراق حقية العملية ذا كانت ما توقعت حتى عفوا معلج تنويه للأمور المادية لاتكلمنا في الأول الأول المريض بيكون بيطالع على كل التفاصيل المادية بيوقع على ورق موضح في كل شيء بيكون فالأوراق كلها بتكون متوقعة اللي هي الكونسنتات الموافقات العملية والأمور هذي دكتور التخدير بتشوفوه وبعد كيف تجي اليوم العملية بيعطوكم التعليمات المثقفات أو لطباء بالتعليمات اللي الطباء المساعدين بالتعليمات اللي حتسوها يوم العملية لما تيجي المريضة للعملية في الوقت المحدد بتدخل غرفة العمليات مو 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 دائما الطبيب المعالج بيقابل المريضة قبل ما تبدأ العملية لكن هو اللي بيسوي العملية هما بيجهزوا المريضة بتدخل غرفة العمليات بتجهز بالنيمها وبتتعقم المنطقة العملية وبعد كده بيجي الطبيب المغالج بيسوي العملية لأنه يكون مشغول مع مريض تاني لكن أول ما تحضر العملية وتكون جاهزة بيجي بيعمل سحب البيضات وبيمشي يكمل إجراءته التانية المريضة بتنتقل بعد كده لغروفة الإفاقة بتجيها إما المثقفة والطبيبة كل واحدة لها دور معين عشان يشرحوا لهم التعليمات والأشياء وإذا في أي دوية يستخدموها وإلى آخره بعد كده طبعا بنتواصل مع المريضة بعدها بكم يوم نحدد لهم يوم الإرجاع ومرة تانية هنا إحنا ما نرى في يوم الإرجاع إلا حسب التخصيب اللي حصل وبعد كده لما تيجي المريضة اليوم الإرجاع هنا بترجعوا تقابوا الطبيبة المعالج اللي بيشرح لكم كل التفاصيل وهنا في نقطة بس بسيطة أتكرها إمكان تكلمت عنها في الموضيع في فيديوهات تانية اللي هي لما بتيجي يوم السحب بعض المرضى بيسألوا كم بوضة سحبنا؟ طبعا المعلومات تاخد ثانية وهذه فيه يعني مختلفين للطباء في الطريقة أنا نصيحة المريض أنه لا يشغل باله بالعدد يوم سحب البوضات هذا لا يعني أنه طبعا أكيد الناس مختلفة بعض الناس بتعرف العدد فنجاوبهم لتمنى أتذكروا مرة ثانية لو العدد طلع مختلف عن المتوقع إلا ما يكلمكم الطبيب إذا هو ماشي مع المتوقع فلا تشغلوا بالكم بالعدد يوم السحب هذه المعلومات لا تبقوا تعرفوا المعلومة لازم تعرف المعلومة يوم الإرجاع ليش طيب إيش الفرج بين يوم السحب و يوم الإرجاع يوم السحب نقول لكم سحبنا عشرة بويضات بس لكن هذه المعلومة لا لها قيمة لماذا لا لها قيمة؟ لأن يوم بعد ما تطلع البويضات بنعمل لها شيء اسمها يعني ستريبينغ اسمها تقشير بنشوف البويضات الناضجة بعد كده بنحقنها بالحياة المنوية بعد كده هي ممكن تتخصب أو لا تتخصب بعد كده يمكن يتكون جنين وينقسم أو ما ينقسم وكم جنين هيكبر ولا خير عشان كده العدد ما له قيمة لكن يوم الإرجاع الطبيب المعالج يجي تكلم معكم في كل التفاصيل إيش هي التفاصيل؟ كم سحبنا؟ كم ناضج؟ كم حقالنا؟ كم تخصب؟ كم انقسم؟ هل انقسامه كويس ولا لا؟ وكم جنين هنرجع؟ وكم حيزيد؟ وهل يجمد أو ما يجمد؟ هذه كل المعلومات لازم المريض يعرفها لكن الطبيب ما يجي يعرفها يوم السحب فعشان كده وتقولي طب أوكي يعني لو سألت يوم السحب ما في مشكلة طبعا لكن لو سألت كم وهناك عشرة بوضات قد تعطي انطباع المريض وإن شاء الله أنه هذا طيب وإن شاء الله الحالة كويسة وإن شاء الله تحملي بس ممكن يكون عشرة بوضات نيجي يوم التخصيب نقول لكم والله يتخصى باتنين مثلا وممكن مريضة تانية تقول فهي تكون يعني دها خاطئة أو تتصور خاطئ ونفس الشيء لما نيجي نتكلم على العكس واحدة طلعت أربعة بوضات تقول مسكينة أربعة بوضات وتكون زعلان لكن نيجي يوم الأرجاع نقول لأولا تخصبوا الأربعة وانقصموا الأربعة وجودتهم كوية سواء لأخيره فعشان كده احنا دائما نفضل أنه نديكم التفاصيل يوم الأرجاع لك زي ما قلنا الأطباء مختلفين في طريقتهم في هذه الناحية وبعد كده طبعا بتنتهي الدورة العلاجية بيجي بعد كده إما المثقفات أو الأطباء وبعد كده يجي طبعا إما المثقفات أو الأطباء المساعدين للطبيب عشان يشرح للمريض التعليمات التانية اللي يكون طبعا إحنا أريد يعطينا المريض التعليمات مكتوبة لكن الأطباء المساعدين أو التثقيف بيجي يشرح للمريض كل هذه التعليمات مرة تانية يتأكدون أنهم فهمين هم الأدوية فهمين التعليمات وكل حاجة وبعد كده المريض بتروح أو المريض بتروح وبتسوي التحليل يوم التحليل اللي إن شاء الله تكون نتيجته إيجابية بإذن الله لكن دائما نقول للناس الحمد لله إحنا بنجتهد و بنسوي اللي علينا فأنا بس حبيت أديكم فكرة عن المجريات حقة سير العمل وكيف الفريق الطبي بتعاون مع بعض عشان توصلوا إلى النتيجة إن شاء الله الطيبة مرة تانية المسؤول عنك أمام الله سبحانه وتعالى هو الطبيب المعالج ولكن في كتير عناصر مهمين يساعدوا الطبيب والمعالج عشان يوصل معاك إن شاء الله أو معاكم كزوجين لهذا بإذن الله تنويه أخير لبعض الناس اللي بيعملوا حاجة نسميه إحنا استشارة عن بعد زي ما البعض تعرف والبعضكم يعرف أنه في عندنا استشارة عن بعد الناس اللي عايشين بره جدة يكونوا مركزنا في جدة بدل ما يجوا زيارة من الرياض ولا من الشمال أو من الجنوب أو الشرقية وحتى خارج السعودية البعض يعمل استشارة عن بعد استشارة عن بعد بنسوي نفس الشيء زي الاستشارة الأول اللي اتكلمت عنها يعني المريضة بيفتح له ملف رسمي وبيتطلعوا عليها الأطباء المساعدين وبياختوا معلومات كاملة والنتائج التحاليل والأشياء الأساقة ويسجلوها في الملف بعد كي طبيب المعالج بيتواصل مع المريضة اللي طلبت الاستشارة معه عن بعد بيتناقشوا في كل التفاصيل اللي اتكلمنا عنها في الزيارة الأولى هديكها وبعد كده تجي المريضة للتنفيذ فلما تجي للتنفيذ خلاص بيمشي البروسيس بيشوفوا المثقفات المثقفات بيشوفوها وبيدوها التعليمات اللي جيتهم من الطبيب المعالج مو من عندهم واي سؤال حتى بيجي للمريضة فترة الدورة العلاجية بتسعى المثقفات المثقفات وظيفتهم يعني لازم نفرق يا جماعة ما عليش ونطورت عليكم بين الوظائف المختلفة المثقفات ما هم بالضرورة ممرضات الممرضات ما هم مثقفات ولهم حقون أشعة حقون أشعة ما هم ممرضات وهكذا فاللي بيعملوا الأشعة عليكم هم يعني يعني هم مش ممرضات هم ممارسات صحيات متخرجين ومدربين على عمل الأشعة ومو بس كمان الأشعة العامة والسونارة والألترا ساوند اللي اللي إحنا نحتاجه في في عملنا فالسونوغرافرز من السونوغرافي اللي هو من الأشعة الصوتية هذه اللي بيعملكم هي مش ممرضات المثقفات اللي بيكلموكم على التعليمات هم المثقفات شغلتهم التثقيف الصحي ومدربين على هذا الكلام وفاهمين وخبراتهم طويلة بالسنوات والسنوات فلما تسألوهم أنتوا سؤال هم هم هيجاوبوكم من الأسئلة اللي مرت عليهم عشر ألاف مرة لكن إذا سألتهم سؤال ما يعرفوا حيرجعوا للطبيب المعالج ويسألوا ويرجعوا لهم عشان كده بعض الحيان برضو ترسلوهم سؤال يتأخر وفرد عليكم مش تأخرا عمل مرش لطبيب المعالج فأنا بس حبيت أديكم فكرة عن الموضوع إن شاء الله كونوا صوتوا بطريقة كويسة وكاجوة زي ما نقول حماما أتكلم بطريقة اسمية وربنا إن شاء الله يوفق الجميع ويكتب لكم الخير ويوصلكم الهدفكم ويجعلنا سبب يا رب الله يأتيكم رافية شكرا سلام عليكم